انا شهرين في ضرر نفسي وضرر جسدي انت رحلوها انا ومامتي وانا اتزلع فيه احنا عائلة بسطة جدا جدا بواكي بيشتغل ايه هم بيقول وزير صح هم بواكي كهروائي هم مش شركة ولا حاجة كهروائي بحل كهما بواكي هم بواكي كلا جيد طيب كملكة ليه بس فروحنا الاسم بحصل قاعدنا ست ساعات وهي بتحكي وهي بقين عندك مطاف الصخير عشرة ايام رب قلنا ايش فيها طبعا بس ازاي حكيت اللي حكيت ازاي حكيت طبعا هي تلعت في التلفزيون وتلعت معكزها حد من الاعلاميين انتي شفتي مهاجمة الاعلاميين ليكي شفتيها ازاي من وجهة نظر كنسي ام اليوم عليهم مصنع منها ومندوا القرارة عاصمة أم بس اونا بديك فرعها ام طب انتي حاسة باية بعد كل الحصن ان انا كلت معها بظهر متعامل بس ما حدش بحاول ان هو هيروعهم يعني الي يولد مصل معها المفروض نشوفها هي ليا عملت كدة المفروض ده ايه المصدح الما بينهم و معداي ولا او trong الما فين هذا قد اقول عليهم حاسة بالذنب ان حيتها ولا لا حاسة بالذنب لو انا متعمدة عملتها مثلما لو انا متعمدة ان انا واقعة انه في بينا حاجه لكان انا مش متعملها يعني مش حاسة بالذنب حاسة بالذنب انه هي عملتها معي وانا مش قصدي هي تاهمة أن انا قصدت أن انا عمل كده معاها بس انا مش قصد طب انت قلت كنت هتاخدي والدتك و تروح تتأسف لها و جدت خايفة من رد في علاقة طب لو هي بتسمعك من خلالنا دلوقتي هتقول لها ايه طب ده انا اسف و احفق علي عني صوت انا اسف و احفق علي و انا مش قصد يعمل كده هو اختل وقت من الكترو الدخوطات اللي قبل اللي بيشه لبجمه اقدوا خطط اللي اتعرفت عليها قبل الجمراء او اثرت عليك بمعنى افتر ايه مش اثرت علي نفسيا الكل ده مفتوطة ليه انا كنت قابليها كنت في كندا اه اتعاني لكلة كاس عالم في كندا ولعبتها و بعدها اتقاهلت رسميا الانبياد في النهار و بعد كده كان قابليها رمضان كنا نتمرد بعد الفطور بالليل و كان كل يوم كان مدين كل يوم و كلنا عايزين نوصل لنداتنا اه كل لما كلنا في كندا الوقت مختلف يعني احنا بلنا وبين كندا سباح ساعات ايوة يعني انا هنا نهار و هنا ليل فبيتقالي انت مورها كعمل رمضان في كندا و بعد كده نزل انا ما كنتش هلع بل كندا صراحة اه كنتش هلع بل كندا طبعا يعني عايزين توضح لنا حاجة صغيرة هل دي اول مرة تخبطيها لانها قالت قبل كده انت خبطي اختها قبل كده بقى محصد محصد يعني هي اللي اخلت فده بسبب محصدش اختها اللي كتب ديفل علي واخده قربة امزل بسبب ايه لو تعرفت لتعايزة توقع كتعايزة توقع انا برفع ايدي الحكم و تحكمت على العلوم تزمع طب ايه اللي بينك و يوصل الانحوار داتوران اتنا سألها سوالة بينه و بينه بينها بش بينها ايه مامتها اقصامت بالله ان انت مع فظر تلهاش ولا عبرتها لما كان في المستشفى ومتكسرة ومتركب لها شرايح ومسامير وكل كلام هي رفقت شرايح ومسامير يعني بتقول اني عملت كده